سيدة الوزيرة انتهى الوقت الآن عندنا ستة أسئلة آنية كلها عندها وحدة الموضوع ستتم طرحها دفعة واحدة ثم تجيب عنها السيدة الوزيرة جوابا واحدا تتعلق بظروف وفاة أحد المكفوفين المعطلين السؤال الأول عن فريق الاشتراكي تفضل سيدة النائبة سيدة الوزيرة ما هي الإجراءة التدابية التي تعدزمون القيامة بها من أجل ضمان حق الشغل للمكفوفين وباقي الأشخاص والاحتياجات الخاصة سؤال ثاني فريق تجمع الدستوري تفضل سيدة النائبة سيدة الوزيرة نسألكم عن ظروف وملابسات وفاة الشاب صابر الحلوي وعلى الإجراءة المتخداء لمنع تكرار ما حدث سؤال ثاني فريق العدالة بسم الله الرحمن الرحيم على إثر سقوط كثيف من فوق بناية وزارتكم نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة أولا هل من تحقيق فتيح لتحديد المسئوليات وترتيب الجزاءات على المسئولين على هذه المأساة؟ ثانيا ما هي الإجراءات المقررة لإنصاف هذه الهشة من المواطنين؟ سؤال الرابع فريق الأصالة والمعاثرة سيدة الرئيسة سيدة الوزيرة عرف الرأي العام الوطني وكذا الدولي لأن هناك العديد من المنابر الإعلامية الدولية لطرقات الموضوع ديال اللي كيتعلق بوفاة شاب كفيف معطل بغينا نعرفه ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأدم شكرا الفريق الحاركي السيدة الرئيسة سيدة الوزيرة بغينا نعرفه ملابسات وفاة المواطن صابر الحلوي إتراح حادثة مأساوية بمقر الوزارة وهنا بإسم الفريق الحاركي نتقدم بتعازنا الحارة لأسرة الفرقيد ونتمنى لهم الصبر في هذا المصاب الجلل شكرا المجموعة النيابية تقدموا الاشتراكية شكرا سيدة الرئيسة سيدة الوزيرة المحترمة نسألكم كذلك نحن في المجموعة النيابية على الأسباب وظروف هذه الوفاة وهذا الحالي الأليم بحيث أنه يعتبر من الحوادث النادرة وبالتالي ما هي لتأي تحقيقاتكم في هذا الملف وشكرا سيدة الوزيرة تفضلوا المنصة عندكم عشر دقائق وواحدة وربعين ثانية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد مرسى دين أنا أفضل أن أقرأ حتى نتمكن من الوقوف على تفاصيل هذه الحادثة دون أن يكون أي تجاوز لا في الكلام ولا حتى في صرد الوقائح بداية لا بد من التأكيد على أننا نتقاسم جميعا خصوصا عائلة وأصدقاء المرحوم صابر حلوي مشاعر الحزن والأسى بسبب الحادث الأليم الذي أودى بحياته يوم 7 أكتوبر 2018 ونسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجعل مثواه الجنة وأن يفرغ على أهله ودوه الصبر والسلوان وعزاؤنا وعزاؤهم فيه واحد جوابا على أسئلتكم أيها السيدات والسادة البرلمانيين حول ملابسات هذا الحادث الأليم أود وضعكم في صورة ما حدث أولا كما تعلمون قام مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية مكفوفون وضعاف البصر باقتحام مقر وزارة الأسرة والتضامس والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 26 شتنبر 2018 على الساعة السادسة صباحا بعد تكسير الباب الحديدي والباب الزجاجي الخارجي للوزارة كما وثقت لذلك تسجيلات كاميرات الوزارة وفي الطبق الثالث هناك أثر محاولة كسر أحد المكاتب التي تتوفر على شرف على الخارج دون التمكن من اقتحامها ليتم بعد ذلك كسر قفل باب السطح والاعتصام به منذ ذلك التاريخ إلى اليوم أشعرت الوزارة السلطات المحلية والأمنية وربطت فور انتصالات هاتفية بالمعتصمين من أجل استجلاء أسباب هذا الاقتحام حيث أن باب الوزارة مفتوح دائما في وجوههم دون الحاجة إلى كسره وذلك للتحاور والاطلاع على مستجدات ملفهم وتلقي شكواتهم وكذا مقترحاتهم وعبرت الوزارة من خلال هذه الاتصالات عن استعدادها للحوار حول مطالبهم بشرط نزولهم من على سطح البناية حفاظا على سلامتهم الجسدية لكنهم أصروا على تحقيق مطلب وحيد مقابل نزولهم وهو التوظيف المباشر دون قيد أو شرط استمرت محاولة الحوار مع المعتصمين طيلة الثلاث أيام الموالية لاعتصام من قبل الوزارة والسلطات الولائية حيث عقدت اجتماع حواري وتواصل مساء يوم السوء 29 أجتمبر 2018 بمقر ولاية جهة الرباط سل القنيطرة ترأسه السيد الوالي بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وبعد دوائر الأمنية وتلاتة من ممثلين عن المقتحمين وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات الاستماع لممثل التنصيقية الذين استعرضوا مطلبهم الأساسي المتمثل في التوظيف المباشر دون قيد أو شرط بعدها تقدم ممثل الحكومة باقتراحات عملية منها استفاء حصي 7% من خلال مباراة خاصة بين الأشخاص في وضعية إعاقة والاستعداد لذلك جاري منذ شهور كما يعلمون والاستفادة من مشاريع مديرة للدخل ممولة من صندوق التماسك الاجتماعي وتأهيل وتكويل الأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير إدماجهم في سوق الشغل عموما وفي القطاع الخاص بشكل خاص إن نرغب في ذلك ثم عقد لقاء ثاني يوم الاثنين فاتح أكتوبر تحت إشراف سيد الوالي حضره ثلاثة من ممثلي التنصيقية لم يفضي هو الآخر لأي نتيجة جراء استمرار ممثل المقتحمين بالتشبت بمطلب التوظيف المباشر لا غير بعد يومين أي الأربعاء ثلاثة أكتوبر عقدت شخصياً اجتماعاً مع أربعة ممثلين عن المكفوفين وضعا في البصر بمقر الوزارة بحضور شخصية سياسية وطنية وكان مناسبة لإطلاعهم مرة أخرى على المجهودات المبدولة والتقدم الحاصل في ملف تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة سواء على مستوى التفعيل الحصيص أو المشاريع المديرة للدخل التي يمولى صندوق تماسك الاجتماعي وأكدت لهم وكما يعلمون أن نهاية هذه السنة ستنظم المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وإن انخرات سيد رئيس الحكومة وباقي القطاعات المعنية في اتخاذ إجراء التنزيل المرسومين المتعلقين بالمباريات للأشخاص في وضعية الإعاقة جاري وهذين المرسومين تم كما تعلمون تعديلهما سنة 2016 تفعيلاً لحصيص 7% حيث تم التنصيص على تنظيم مباراة خاصة لفائدتهم إلا أن المعتصمين تشبتوا بمطلبهم بالتوظيف المباشر دون قيد أو شر مع أن المباراة الخاصة تشكل تمييزاً إيجابياً للأشخاص في وضعية إعاقة وهي بمتابة توظيف خاص شرط اجتياز المباراة حيث ستجري المباراة الخاصة بين الأشخاص في وضعية إعاقة مع توفير الترتيبات التيسيرية لتمكينهم من اجتياز المباراة في ظروف المناسبة علماً أننا وصلنا إلى هذا الإجراء بعد عمل طويل وجهد جهيد والذي وافقت عليه الحكومة وبدأت فيه منذ إحداث اللجنة الدائمة التي يترأس رئاسة الحكومة المكلفة بالإشراف على هذه العملية حرست الحكومة اتداءً من وزارة التضامن ووزارة الداخلية والدوائل الأمني على إرسال إشارات إيجابية للمعتصمين وتوفير أجواء التقة وظروف الحوار مع تأكيد وتكرار دعوات النزول عن سطح الوزارة حفاظاً على السلامة الجسدية للمعتصمين لكن للأسف وقع الحادث الأليم مساء يوم الأحد 7 أكتوبر على الساعة الثامنة مساءً حيث سقط المرحوم صاب الحلوي من أعلى السطح الخلفي للوزارة في حادث عردي وتم نقله مباشرةً بعد الحادث عبر سيارة الإسعار التي كانت موجودة بعين المكان ثلاث أيام الاعتصام حيث لفظها رحمه الله أنفاسه الأخير في الطريق إلى المستشفى بنسينة بالرباط وفتحت النيابة العامة ثوراً على إثر هذا الحادث المؤسف تحقيقاً في أسباب الوفاة وهي التي تملك حصراً اختصاص الإعلان عن نتائج التحقيق والإجراءات المصاحبة آخر المعطيات بالأمس نزل المعتصمون إلى الطابق الرابع حيث يوجد مكتب الوزيرة وحاولوا كسر الباب باب مكتب الوزيرة وآثار ذلك موجودة إلى جانب وضع حاويات صغيرة علقت على الشرفة الموالية لباب الصد لا نعرف ما المقصود بها كانت هذه آخر الأخبار مع جميع الوقائع منذ أن بدأ الاقتحام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة